السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر البنات الا مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات جديدة بكل الفيديوات اللي اقدمها في الفترة الجان شاء الله قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة تفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا وافكار ومشعارنا ومن منظور علوم الطاقة هدفي من القناة اشحانكم بكل الطاقات الايجابية اخلصكم من ايه الطاقات سلبية داخلة بتشعر بها بتأثر على يومكم وبتأثر على مجالكم الطاقة النهاردة في اسن الله حلقة مهمة جدا 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 هنتكلم عن التفكير المستمر في الاشخاص واثره على الجسد وازاي نتعامل مع هذا التفكير وازاي نتأكد ان الشخص الاخر بيحبنا قبل ما اقول اي شيء بخصوص هذا الموضوع اه لازم نعرف ان اغلبية البشر بيكون عندهم افتقار لمفهوم الثقة بالنفس يعني ايه الثقة بالنفس وازاي بتأثر علي لما اجي افكر في شخص معين او في علاقتي بالشخص اولا كده اي شيء اولي لازم كلنا نسلم به انه نفسك ونفسك اهم شيء عندك لو عايز تتخطى المرحلة اللي انت فيها او تتخطى القلم النفس الناتج عن هذا التفكير لازم تحط في اولوياتك ان نفسك وروحك غالية عليك علشان كل اللي انت عايزه يتحقق بامر الله متطلبش الحب من الاخرين وانت في عندك كسور داخلية في مفهوم الثقة بالنفس اه يعني ايه ثقة بالنفس هل الثقة بالنفس معناها على الغرور هل الثقة بالنفس معناها ان انا امتلك صاروة اه ومش محتاج لحد ابدا الثقة بالنفس هي شعور داخلي شعور ان انت مش محتاج لحد شعور ان انت مكتفي ذاتيا بنفسك ان انت تقدر تشعر بالسعادة مع نفسك ان انت مش منتظر حد يكملك ان انت مش منتظر شعور الشخص الاخر هو اللي هيكملك وهو اللي هيشعرك بالسعادة لا انت بتشعر بالسعادة في اي حال او وعلى أي وضع أنت بتشعر بساعد. لو وصلت لهذه الدرجة من الأحاسي استجاه نفسك تأكد أن ثقتك بنفسك عليه. الثقة بالنفس. ملهاش دعوة بفلوس. ملهاش دعوة بماديات. ملهاش دعوة بشكل أبدا أبدا أبدا. بدليل أنت لما انجذبت لهذا الشخص وفكرت فيه حبيته. هو فيه عيوب كتير جدا 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 أنت قلت لنفسك أنا استحال كنت أفكر في شخص في كل هذه العيوب. ومن الرغم من ذلك إنجذبت تلقائيا لهذا الشخص. والتواصل للروحاني ملهاش دعوة بهذه الأشياء. ثقتك بنفسك ملهاش علاقة. بيكون شكلك حلو. شكلك وحش. معك فلوس. معكش فلوس. الثقة بالنفس شيء جميل جدا جدا جدا. وهو اللي بيؤثر على درجة إحساسك بالمشاعر الشخص الأخر تقعي. يعني كل الألم النفس اللي انت بتشعر به جراء المشاعر اللي بتحسها من الطرف الآخر. صدقني كل الألم النفس ده مش ناتج من تفكير الشخص الأخر فيه ناتج من قلة سقطك بنفسك. لو سقطك بنفسك عالية عمرك ما هتشعر بالألم النفس. هتحب الشخص. هتفكر في الشخص. الشخص هيحبك. هيفكر فيك. استحالة هتحس بألم نفسك. استحالة هتحس بفراغة عطفة. بقى أهم شيء. لازم نعرفه. ولازم نتعلمه. ولازم نغيره في حياتنا مفهوم الثقة بالنفس. لازم نعود كده مع أنفسنا ونشوف إينا واحي القصور اللي احنا بنشعر بها تجاه أنفسنا. ونحدد كمية الألم النفسي اللي بنشعر به. لما نيجي نفكر في شخص معين. والشخص ده مش بيبادر أو مش بتواصل معنا. فنزعل. ونكتئب. وندخل في حالة جديدة جداً من. الاكتئاب والتوتر. وعشان الشخص مش بتواصل معنا. لأ. لازم نكتفي ذاتياً بأنفسنا. نقدر نفسنا. ثقة بالنفس. أنا عايزها تكون مليون في المية. مش هقول لك مية في المية. لأ. مليون في المية. ليه. علشان ثقتك بنفسك هي اللي هتجذب الشخص الآخر ليك. وما تقولشي إن لا أنا أنا استحالة الشخص يبصلي. استحالة الشخص يفكر فيه. ليه. ليه استحالة الشخص يفكر فيك. طبع ما انت فكرت فيه هو مليون عيوب. انجذبتي ليه وهو مليون عيوب. طيب فيه. سؤال هيجي ليه. الثقة بالنفس هل بتأثر. آآ. على موضوع التفكير المستمر. أو بتأثر على علاقة بالشخص الآخر. أو بتأثر على. انتقال الطاقات أو بتأثر على مدى قوة العلاقة اللي ما بينه. طبعا. طبعا. الثقة بالنفس أهم شيء. لأن الطاقات بتترسل. انت فكرت في شخص. أرسلت له طاقات. الطاقات دي وصلت له. الشخص الآخر شعر بهذه الطاقات. الشخص الآخر لو ما عندهش ثقة بالنفس. كل مشاعر الحب اللي هتجيله هيبقى شاكك فيها. هتلاقيه على طول شاكك ان الطرف الآخر بيحبه. مش واسك. مش واسك. ليه؟ لأنه هو عنده أصلا تردد الطاقات عنده ضعيف. أو فيه في إدراكه الحس فيه مشكلة. يعني مش بيقدر يتلقى كل المشاعر ويترجمها. كل الناس عندها الإدراك الحس زي ما قلت. لكن فيه ناس ما بتقدرش يتفعل هذا الإدراك. ما بتقدرش تعرف مشاعر الطرف الآخر. أو بتبقى حساء وبتبقى شك. هي الثقة بالنفس. لو عندك ثقة بالنفسك قوية. مش هيبقى عندك شك أبدا 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 أبدا. وهتبقى عارف من الشخص اللي بيحبك. ومن الشخص اللي بيقرعك. وهتعرف تتعامل مع كل المشاعر اللي بتوصل لك من الآخر. ممكن يكون فيه شخص بيحبك وتوصل لك مشاعر الحب. لكن هذه المشاعر بتعملك قلق وبتعملك توطر داخلي. بتبقى مش عارف تركز في يومك. مش عارف تركز في شغلك. مش عارف تعيش يومك ولا حياتك بشكل طبيعي. كل تفكيرك منصب في هذا البوطقة من الاهتمام بالشخص. بتبقى مفتم جدا بيه. وعايزه إن هو ييجي حياتك يكمل هالك. أو عايزه يبقى متواجد معك على طول. أو عايز يبقى فيه علاقة. وعايز الشخص الآخر هو اللي يبادر. وعايز الشخص الآخر هو اللي يكلمك. وعايز الشخص الآخر هو اللي يحبك. وبتبقى أنت فرحان جدا جدا من هذه المبادرات من الشخص الآخر. الحاجات ده هي اللي بتفرحك. لكن أنت داخليا أنت بتبقى شاكك أن الشخص الآخر بيحبك وما بتبقاش عندك ثقة بنفسك كاملة إن أنت تواجه هذه المشاعر. إن هذه المشاعر ما تأثرش عليك. بمعنى بمعنى إن لما المشاعر توصل لك عادي بالنسبة لك عادي لا تقلق ولا تتوتر ولا تفكر بشكل كبير وتذاكر تروح بجمعتك تشوف شغلك تعمل أعمالك اليومية بشكل ممتظم وما يأثرش على يومك وما يأثرش على مزاجك. ما تشعرش بالأعراض الجسدية جراء هذا التفكير لأن كتر التفكير بيجيب صداع بيجيب ألم نفسي والألم النفسي بيأثر على الجسم المادي. ممكن يجيلك أمراض جسدية. فالثقة بالنفس موضوع كبير جدا 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 فعايزين نتغير داخليا. علشان أي مشاعر نتلقاها من الأشخاص نبقى عارفين نواجهها إزاي. نبقى عارفين نتعامل معاها إزاي. مش أي مشاعر توصل لنا تأثر علينا. هتبقى ضعيف هاش. أي كمية مشاعر حتى لو بسيطة ترددتها هتأثر عليه. هتأثر على شغلك وعلى يومك وعلى حياتك وعلى نفسيتك. أهم شيء عندك الثقة بالنفس. الثقة بالنفس. الثقة بالنفس. لازم على طول تقنع عقلك اللواعي. وتردد على طول جمل فيها وتشعرك بالثقة بنفسك. أنا أشعر بالثقة بالنفس. أنا مش مستني حد يكملني. أنا بكمل نفسي بنفسي. روحي ونفسي غاليين عندي جدا جدا. كرمتي غالي عندي جدا 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 جدا. قل لما تقرر هزي الجمل عقلك اللواعي بيلتقط إشارات هزي الجمل. الجمل دي لها ترددات. لها ترددات وترددات قوية. تردداتها بتوصل للعقل اللواعي عندك وبتسيطر عليه في عقلك اللواعي على طول. يشعر الجسم المادي ويشعر العقل الواعي إنك لأ. إنسان متزم طاقيا. إنسان ثقتك بنفسك عالية لأبعد الحدود. محدش يقدر يأثر عليك. مفيش مشاعر تقدر تأثر عليك. آه هتحس بتفكير الآخرين فيك. لكن مفيش أي طاقة هتقدر تأثر عليك. طاقات التعلق هتبعد عنك. هتنفر منك لوحدها. أنت إنسان متزم طاقيا. لو وصلت لنقطة الاتزان الطاقي في حياتك. والثقة بالنفس تكون عالية جدا. هنا كل المشاعر السلبية زي مشاعر التعلق بالطرف الآخر. هتلاقيها بتبعد عنك. هتلاقي كل الطاقات الإيجابية بتنجذب إليك. كل شيء أنت عايزه بتحبه هتلاقيه بينجذب إليك بسهولة وبسرعة البارق. الكلام اللي بقوله ومش أي كلامه خلاص. لازم الكلام اللي تسمعوه طالما وصلت لهذه دقيقة من الفيديو. لازم تعرفوا أن أنت وصلتوا لنقطة مهمة جدا جدا. لازم تغيروا في حياتكو.